حياة من بداية حياة كريمة وهما بيحاولوا يشتغلوا بطريقة مختلفة العمل الخيري في مصر ما شاء الله يعني كتير ويعني صعب مختلفة للعمل الخيري لكن هي الفكرة انه ازاي ويعني ايه القطاعات اللي لازم يتم تقديم دعم ليها اماكن الدعم دي والحال انه يعني من اكتر الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم عنها هي مسألة الزيادة السكانية وازاي الناس المقبلة على الزواج يتم تأهلها نفسيا ما تبقاش المعونة هنا معونة مالية بس وده الحقيقة بيتعامل من خلال حياة كريمة والدعم اللي بتقدمه المبادرة لكل المقبلين على الزواج دعم بقى احنا بنتكلم عن تأهيل مجتمعي وتأهيل نفسي للأسرة مش بس للفتيات لانه الأسرة دي حتتكون من راجل وسط فمسألة انه يكون فيه تثقيف على يعني التزامات الزواج ده والحياة اللي جاية دي عاملة ازاي ويكون فيه خطة واضحة ما يبقاش الموضوع انه بنتجوز كده وخلاص وبالتأكيد يعني انه تخلي السرور على أهالينا ده واجب علينا جميعا ومن هنا الحقيقة يعني طريقة شغل حياة كريمة بتفرق وهي مسألة انه الناس يعني يتغير حاجة في عقولها وتتأثر بلي بيحصلوا ويكون عندهم نية مختلفة ونية جديدة وهم بيبتدوا حياة جديدة انا بكلمكم عن مبادرة يدوم الفرح اللي عملتها مؤسسة حياة كريمة وبيجهزوا بيها البنات علشان يقدروا يتجوزوا احنا بنتكلم على ألف ومئة أسرة من خلال هذه المبادرة من أول ما بترد تم تأهلهم للزوائق هنتكلم بشيء من التفصيل مع أستاذ خالد جمال مدير القطاع التنفيذي الميداني بمؤسسة حياة كريمة مسألة خير على حضرتك وكل سنة وحضرتك بخير بخير وكل شعب مصر يعني بخير وسعادة ومنازمة تعديل قطح المبارك وثورة اللي تكرر عشرها لثورة تاتين يونيو يعني بحضرتك وحضرتك بخير وإحنا بنتكلم عن تجهيز الفتيات للزوائق والحياة أنه يعني أنا بشوف أنه ده عمل خيري موجود عندنا وبكاثرة الحقيقة ومؤسسات المجتمع المدني لها إيد كبير فيه لكن جات حياة كريمة ووضعت إطار مختلف لمسألة العمل الخيري ويعني إطار فيه نوع من أنواع التكامل ويعني ده كان نقطة مهمة أنه إحنا كان الشغل عندنا موجود والعمل الخيري موجود لكن حتة التكامل دي كانت بتنقصنا والرؤية الحقيقة أنه يكون فيه بناء مختلف للشباب وهنا على وجه التحديد الحقيقة بتتكلم عن المقبلين عن الزواج عايزة عرف إيه اللي بتقدمه المبادرة وهل أي حد محتاج أنه يتم دعمه علشان يتجوز حياة كريمة بتساعده واللي احنا بنختار ناس معينة إيه اللي بيحصل في هذه المبادرة اسماحيل أقول حراتك في الأول المبادرة يدوم الفرحة مبادرة من مبادرات اللي أطلقها المؤسسة اللي دايماً بتمثل المبادرين حياة كريمة دايماً بتطلق العديد المبادرات اللي هي بيبقى لها يعني صفة خاصة بالمبادرين المصري احنا دلوقتي يدوم الفرحة دي من مبادرات المبهجة والحقيقة اللي هي يعني الغالية على قلوبنا كلنا اللي هي بتدخل البهجة والسرور على أسرة لست بتبدأ حياتها في المجتمع يدوم الفرحة احنا مبادرة لتأهيل وتأهيز الفتيات وحنا الحقيقة قبل ما بنتدخل بالتأهيز أو البعام المادية زي محراتك ذكرت بيبقى فيه تأهيل مادي للفتاة نحنا نقدر نعمل لها دورة تدريبية هي وعرسها أو ذوكها ليبدأ حياة جديدة سعيدة خاصة عندنا قبل ما بنبدأ المبادرة بيبقى فيه دورة عبارة بالشراكة مع الرضام الاجتماعي وبرنامج مودة لتأهيل الفتيات وذوكها وبعدين بنأهل الفتاة ونجهزها دي مبادرة مودة اه مودة بالشراكة مع مودة 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 الزام الاجتماعي علشان نقدر الفتاة تبقى دخلة وكمان ذوكها على حياة أسرية يقدروا يبنوا بيبنوا مجتمع فالح وكمان ينجبوا أطفال صالحين وكذلك معرضت كمان ذكرتي فكرة تنظيم الأسرة والكثافة السكانية اللي احنا بنكون موجودين فيها حاليا بنحاول الدولة يعني بنحاول احنا بالشراكة مع الدولة ان احنا نوعي الفتيات ونوعي كمان الشباب بأهمية الاقتصار في الأطفال طفل أو طفلين بيبقى كفاية ده على تدريب وكذا بنأهل الفتاة بيبقى معمول عرص في داخل محفظات يمكن يدوم الفرح عملنا كان القطار العشر لها في جنوب سيناء شهر الماضي في شهر ستة احنا فيه خمسين فتاة في جنوب سيناء بيبقى فيه حفلة مبهجة حاضر فيها كل الجارة التنفيذية في المحافظة حاضرين الفتيات والعرسان وقصارهم بنسلمهم أجهزة قهربائية بنسلم العروسة شنطة مستلزمات لها خاصة بيها علشان تقدر تبني حياة سعيدة الحقيقة ده ما بيكتصرش ان احنا مجرد التأهيل أو التجهيز وفقط ولكن احنا دايما بنتابع العرسان بعد كده والأذواج بعد كده في حياتهم العملية دايما عندنا قاعد بينات خاصة بهم رضا أوصا معهم بشكل دائم ومباشر لو احتاجوا أي حاجة سواء بقى مشهورة سواء رعاية سواء حتى لو مديات وفي استطاعاتنا بنقدمها لهم بشكل مباشر ودايم عايز اسألك على مسألة التأهيل ولما تيجوا تتكلموا مع الشباب والفتيات على الخطة الإنجابية الأي مدى بقى فيه تقبل للكلام ده وحيسس انه فيه تغيير لانه فيه يعني جهود كبيرة جدا بتتعامل فيه الموضوع ده على وجه التحديد وهنا المفروض انه يكون كل المنضمين للمبادرة اكيد ما فيش حد تحت السن يعني اكيد فيه طريقة ما لاختيار يعني الفتيات والشباب للاشتراك في المبادرة فيما يخص يعني قبول الفتيات وقبول الشباب للتدريب والمبادرة لا بالله قبول واسع جدا عايز اقول حارتك يعني نظرة المجتمع المصري والشباب بشكل عام تغيرت تماما انا دلوقتي يعني كنا في الاول بنتخوف ان احنا لما ننزل نعمل تدريب للفتيات او للشباب مش بنلاقي قبول لكن دلوقتي لا بالله او الستات تيجي والرجال ما يجوش هو ده يعني الحقيقة عشان يكون منصف بيحصل في بعض الوقات ولكن لا دلوقتي بدأ لما سمعت المبادرة على مستوى الجمهورية فبدأت الشباب تحتر وبتسمع وبتدوع كمان احنا كنا بنعاصر الفتيات يتواصلوا بالكل سنتر لمؤسسها ويغضوا دعم او مشهورة وبنوجههم بشكل مباشر للفنين والمختصين عايز اقول حارتك تدريب عموما بيبقى ليه مدربين متخصصين وفنين بيقوموا به مع الشباب والفتيات في كل انحاء الجمهورية فيما خص بقى اخترار الفتيات طبعا فيه شروط محددة واضحة بالرعيها في اخترار الفتيات ان الفتاة تكون طبعا عدة السنق قانوني لها ان هي بتكون مكتوب كتابها او مخطوبة ولكن هي متعثرة في تجهيز نفسها فالمؤسسة بتقدم لها الدعم طبعا بنصحط لأوراق رسمية سواء اسيمة الزواج او بحث حال اجتماعية او بحث اضامة الاجتماعي او أوراق الحالة بشكل عام بنستكملها علشان نقدر ندخل الفتاة في المبادرة بتاعة يدوم الفرح طيب مثلا من خلال المبادرة يدوم الفرح وحيك بتتكلم على 1100 اسرة نسبة عمل الفتيات ايه وهل احنا بنكلمهم عن مسألة التمكين الاقتصادي وده شق مهم جدا في انه وهي بتبتدي اسرة انه يكون يعني عندها دخل يساعدها ويساعد زوجها شيء مهم لأي مدى انت شايف انه ده ابتدأ يكون متحقق بالفعل على الارض عزيزي الحركة ان احنا بخصوص شغل الفتيات احنا دلوقتي برضو مستحية كريمة بتطلق مبادرة ما 600 الف بابرز مع جماية الارمان والحقيقة ان احنا دخلنا بعض الفتيات اللي فعلا جهدناهم اهلناهم ان هم يستفيدوا من مبادرة بنفتح لهم مشاريع صغيرة سواء للفتاة كان مستقلة بذاتها او بتبقى بالشراكة مع زوجها لو هو ما عندوش دخل لمادي ثابت نا دايما بنراعي الاسر والفتيات وبنتابعهم بشكل دايم كان عندنا كمان يعني دايما لو الفتيات او الاسر دي من ذوي الاسر الاقصر استحقاقا بنتابعهم نوديلهم زي مثلا الايام دي احنا بنوزع الحوم الاضاحي في المؤسسة بنتواصل معهم ونبعط لهم لحد بيتهم سواء الحوم الاضاحي او سناديك المواد الغذائية او اي احتياج هما بيحتاجوه خلال فترة بعد ذواجهم بشكل وبشر مسألة انه يكون في توعية للمقبلين على الزواج شيء مهم جدا لكن هي الفكرة في انه مين يقدم التوعية دي مين بيقدمها واي لغة بيستخدمها علشان يقدر يوصل لقلبه وعقل اللي بيسمعه سواء من الرجال او من السيدات واعتقد انه الشغل في كل محافظة مختلف واللي يقدم في كل محافظة التوعية بالتأكيد لازم يكون من ابناء المحافظة دي علشان الناس تسمع له احتياركو للمدربين الموجودين داخل هذه البرامة طبعا بيتم الاختيار بالتنسيم على تدامه الاجتماعي لمدربين متخصصين على المشروع الاسرية وعلى البناء الاثرة والحياة الزوجية بيتم زي ما حارتك ذكرتي لكل يعني كل فاقم المجتمع بيبقى لها متخصصين يعني مثلا اللي كان في جنوب سينة خلال الأيام الماضية ميزايل اللي درب في الصعيد ميزايل اللي راح قليم الدلتا وقليم القناة كل كل شريحة مجتمعية أو كل بيئة جغرافية بيكون لها متخصص من أبناء المكان ومن أبناء المحافظة عشان يقدر يوصل الرسالة بشكل كامل للفتيات و للشباب المجموين العزوائيك ارتفاع نسب الطلاق بقى أمر واضح بالنسبة للمجتمع هل بتكلموهم عن ده هل بتكلموهم عن مسألة الحفاظ على الكيان الأسري و انت بيبقى جايلك فتاة خلص اختارت شريك الحياة فبتكلموهم ازاي عن ده هل نريد أن أقول لحاجة احنا يدوم الفرحة مبادرة لتأهيل وتأجيز الفتيات لكن احنا مستحية كريمة دايما بتكون موجودة مع الأسر بشكل مباشر عندنا مثلا في مبادرة انت الحياة اللي موجودة بننزل فيها بشكل شهري في محافظة المحافظات فيها جزء خاص بالمشهولة الأسرية وفيها جزء خاصة بالتوعية بالزواج وبناء الأسرة والعلاقات الزوجية والطلاق وكل التفاصيل الخاصة بالزوجة بننزل فيها بشكل شهري في احنا موجودين كمستحية كريمة وسط الناس مع الأهالي في كل قرى مصر وفي كل الريف المصري وكل المجتمع المصري علشان نأهلهم ونعرفهم بالزواج وأهمية الزواج وبناء الأسرة ده فيما يخص طبعا بناء الأسرة والزواج لكن احنا موجودين بشكل كامل وشامل في المجتمع عن طريق العديد وعيد مبادرات اللي بتطلقها المؤسسة يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ خالد جمال مدير القطاع التنفيذ الميداني شكرا بمؤسسة حياة كريمة شكرا جزيلا لك وألف مبروك للألف ومئة أسرة اللي تم تجهزهم من خلال مبادرة يدوم الفرح والاهتمام بالأسر المصرية وخصوصا الأسر الجديدة اللي بتتكون لسه من الشباب شيء مهم جدا لأن الأسرة دي هي يعني حجر الأساس في بناء المجتمع وكمان كل المتطوعين في مؤسسة حياة كريمة الشباب اللي يفرح ويشرح القلب وبنشوفهم في كل القرى اللي بتشتغل فيها حياة كريمة شكرا لكم كل التحية لكم